هدير عبد الرازق لما أكن أعرفها هدير عبد الرازق بلوجرز أو تيكتوكرز لها فيديوهات كتير تم القبض عليها والتحقيق معها في النيابة ما باحث أبضت عليها لأن الأخت هدير متهمة بتهمة الاتجار بالبشر لأنها بتقدم فيديوهات يراها البعض فاضحة ويراها البعض الآخر جارحة وتحريض على الفسق والفجور وطبعا لما بيتمسك موبايلها بتيجي كل حاجة وكل الفيديوهات وكل الرسائل هذه البنت عندها 26 سنة لن أخفيكم سرا أنهم بيصابوا عليها طبعا أي حد ضد التصرفات الخاطئة ولكن أصبح لدينا هوس يا جماعة اللي يدخل على تيكتوك يتفرج على واحدة بتتحدى واحد إنها تقلع بالميوه قدام المشاهدين فتقول لها حد ديك خمس قسودة مش عارف يعني إيه قسودة وكبس وحط لي إيه قلوب ولا مش عارف حاجات كده يعني إدعمني واضح إن دي بتجيب فلوس فالبنات مش مصريات أو مصريات بس مش عايشين في مصر ولكن في النهاية هو هوس السروة هوس الفلوس في ظل ظروف اجتماعية قاسية وفي ظل إعلاء لنجوم الفن نص 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 نجوم الرياضة بالكلام عن الملايين وهم إمكانياتهم ضعيفة هل الإمكانيات الضعيفة كل الإمكانياتهم ضعيفة ممكن يلجأوا لهذا الطريق لأ احنا كلنا ولاد ناس غلابة على فكرة كلنا عانينا وإخواتنا عانوا وأبهاتنا عانوا عشان نتعلموا عشان نشتغلوا عشان نعيش حدش طلع كده لكن فيه لا نستطيع أن ننكر أن هناك ضعاف نفوس بيوت مفككة يعني أنتوا عايزين تقنعوني أن أبو هدير عارف يا بتعمل إيه؟ أمها عارفة بيشوفه ولا لما بتروح تدوم فلوس بيفرحه ويقولها بتشتغل إيه بنتي زي زمان حتقول ممرضة تشتغل في أي شركة هل ما هو الطريق إلى النجاة نفوس ضعيفة تعليم محدود إغراءات بلا حدود إمكانيات مجتمع ووضع الاقتصادي غير جايد تتوقع إيه؟ من بنت هشة القانون قانون أنا لا أناقش في القانون ولكن القانون وحده لا يصلح المجتمعات القانون يضبط المجتمعات لكن ما يصلحهاش اللي يصلح المجتمعات بجانب القانون هو المؤسسات التربوية المدرسة الإعلام وزارة التضامن حاجات لازم ناخد بالنا أنا مش هبقى سعيد إن البيت دي تتحبس هي أغر ما هي بتروح من ضياع إلى ضياع أيوة هي اللي خدت نفسها بس أنا وظفتي إن أنا أنقص حياة البشر إن أمنع الجريمة ومنع الجريمة كمان يأتي بالتوعيد بالطبطبة مش بنتها قفلة على نفسها وكل حياتها في موبايل البيت دي راح تتجوزت واحدة عنده خمسين سنة كان مدير مالها ليلي وهي عيلة كنت طلقت منه وعملت الفضيحة برضو على التيك توك شاب تاني بيظهر معاها أصغر منها بيقولوا هيتجوزها متجوزهاش نميمة سخيفة وحكايات ولبس الشخلاعة علشان هتتفرج على إيه ما أنت لازم تتفرج على حاجة فتقعد وقت أطول فتقول لك كبس هعمل لك تحكي لك حكاية وتكملها فيديو تاني نحن نريد أن نتخذ خطوات حقيقية لإنقاذ البنات الضعيفات الجاهلات اللي عندهم استعدادات للإنحراف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر